قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمتابعة موقف المنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء الفائزة بجائزة التمييز العالمية في مجال نظم المعلومات الجغرافية وأكد مدبولي أن إنشاء هذه المنصة يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتح حسيسي فيما يتعلق بالتحول الرقمي والحوكمة رشيدة وشهد مدبولي احتفالية تسليم جائزة التمييز العالمية للمنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء مشيرا إلى أن إنشاء هذه المنصة يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 هذا وقد تم تكريم فريق العمل القائم على تنفيذ المنصة وإعداد التقارير الخاصة بها كما حرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكرية مع فريق عمل المنصة